هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان لما يا أصدقائي الفيديو سيكون عن الصناديق السرية تبعى تحديث مصر أو الأهرامات فطبعا يا أصدقائي هذا الفيديو سيكون جدا مهم فشفوه من الأول للآخر لحتى تعرفوا جميع أماكن الصناديق السرية تبعى هذا التحديث لأن يا أصدقائي أماكنها تعتبر نوعا ما سهلة وسعبة شويتين وكمان يا أصدقائي فيها جوائز كثيرة فبالأول لازم إني أخبركم إنه هذا التحديث يحتوي على ستة صناديق السرية تمام وطبعا يا أصدقائي قبل ما نبلش الفيديو أشراكم باللوك حقي فجأة صرت فرعوني وحبيت اللوك حرفيا فواو نيال هم المصرين بهاي الحضارة طبعا يا أصدقائي ناس متوا شايفين الشكلة مرة حلو فطبعا يا أصدقائي هسا حطوا كثير اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس والحين يلا نبلش الفيديو فلتس جو طبعا يا أصدقائي أول صندوق سري رح يكون في مدينة البيوت لهذه يا أصدقائي تعالوا طبعا رح يكون عند النخلات فأعتقد عند هاية تمام أوكي هي هاية فطبعا يا أصدقائي تعالوا ناخد الصندوق السري الأول لتس جو أعتقد رح يكون في كوينز أو جواهر هذا أبو الثلاث جواهر حلو فالحين يا أصدقائي أخذنا أول صندوق لصدالنا خمسة طبعا يا أصدقائي أشاركم كمان بالمدينة تباع البيوت كيف صار صراحة أنا مرة حبيته خصوصي بالعالم الخاص مرة وزعانة وكمان حليانة أحسا وهسا تعالوا نتعرف على أماكن بقية السناديق الصندوق السري الثاني يا أصدقائي رح يكون عند الإي آي لتس جو طبعا يا أصدقائي هو موجود داخل يعني مخفي نوعا ما فطبعا يا أصدقائي هذا الصندوق فيه ألف كوينز طبعا هذا هو أبو الكوينز عرفت شلون فصراحة كثير حبيت هاي المنطقة كمان الفرعونية كل شي صار فرعوني وكثير لا بقلي هذا الآثف على فكرة لأنه لابس نفس الملابس هنا هاي القطة الفرعونية كمان حاطينها بكاكستي فصراحة إيش تقيمكم للتحديث أنا صراحة لحدث الأشياء اللي شفته مرة حبيته لهذا قد قيمة يمكن 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 كم كم رح أقيم التحديث أعتقد 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 يمكن تسعة تمانية عشرة بصراحة كثير حلو كثير بيجني التحديث طبعا الحين قربت الشاشة وما عرفت كيفة بعيدة شلون ما أدري طبعا أوكي وأخيرا ضبطت الشاشة وعرفت شلون حتى أسويها ما عليكم الصندوق التالي أو الثالث موجود هنا عند قبر فرعون أوكي طبعا هذا هو القبر اللي فتحتها غوستر جول طبعا نشوفه ينغلق وينفتح فطبعا يستقل مفروض حاليا أخذت الصندوق فتمام فيه ألف كوينز طلع فهسا أخذنا أكثر شي كوينزات والباقي جواهر فحاليا وصلنا لنصف العدد فبالتالي لصدائلنا كمان ثلاث سرديق سرية فقايز تعالوا سنتعرف على أماكنها الصندوق التالي رح يكون عند جهة البحر جهة الصيف أوكي فيلا يا صدقائي سنروح مع عليكم رح نستخدم المكنسة طبعا يا صدقائي الصندوق رح يكون هنا أوكي فليتسأل ليش الربيع وهاي الأجواء موجودة هنا لأنه يتسأل بكل اختصار هذا تحقيق الصيف فنفس ما قلت لكم سابقا وكم مرة أنه الصيف هالسنة رح يكون بمصر أو الأهرامات أوكي فهسا أخذت وبي ألف كوينز كمان إيش تسأل فتنة اليوم مع الكوينزات على فكرة طبعا يا صدقائي بقية الصناديق رح يكونوا في لعبة مونستر ليب فتعالوا يا صدقائي هسا أنه ندخلها ونجرب حضنا ونشوف إذا رح نلقاهم أول شي أو لا تمام بس لحظة أريد أستخدم بدلة فالبدلة اللي كنت جربتها سابقا بمونستر ليب هي هاي حق التزلج فلبسها وأخيرا ويلا الحين نبلش نلعب لاتس كو فأتمنى أتمنى أنه نلقى الصناديق وما يكون خالي لأنه لحد الساعة عم بشوف كثير ناس لقوا كثير مشاكل وأخطاء بالتحديث فما أدري إلى مات أنه لسا رح نواجه المشاكل فأتقدر حروح من هنا لأنه من هنا أسهل في صندوق عند قطة وفي صندوق كمان موجود عند تنفال أبو الهول تمام يلا لاتس كو فيلا يلا يلا إن شاء الله إن شاء الله كمان يكون حظ حلو ما ينسكني هذاك يلا المشكلة ما أعطاني القوة تبع البدلة أوكي من حظ السيء فأعتقد نروح من هنا مش هنا يس مش هنا فأعتقد أوكي لاحظة نشوف قلت لكم قلت لكم لا بلشنا يا أخي هالمشاكل كانت تصير لي مع هكموث الحين صارت تصير لي مع هذا حرامات ترانا عرب قال الله أنا عربي زي زيك بليز يعني شوية شوية سهل معانا أوكي لاتس كو طبعا كم مرة تصادفت مع الكتب هذول يما بس من سوء الحظ أنا حاليا مش رايد ألعب أنا بدي أجمع لا مسكني لا جماعة الخار وزي ما أنتم شايفين هالمرة استخدم للقوة تباع البدلة فتمام طبعا رح نيجي من هون أوكي وبعديها كمان من هون يما هو قريب مني ف يلا أوكي نزل وطبعا رح نيجي من وين من هون أوكي طبعا هنا ما في شي بس يلا لسا ندور هنا ما في شي كل ممكن يعني يكون بهذه المنطقة أي وأخير اللقيت الصندوق هذا طبعا هذا والصندوق تباع أبو الهولي اللي قلت لكم عليه طبعا يلا ناخده فيه ثلاث جواهر يا أسقا حلو فهس عنا صندوقين فيهم جواهر والباقي فيهم كوينزات فهس يا أسقا رح ندور على الصندوق الأخير والسادس طبعا يا أسقا بعد بحث طويل اكتشفت أنه في مشكلة كمان بهذا الصندوق نفس ما قلت لكم حسابي طلع نفس أغلبية الحسابات تبع بكاكستي فيه المشكلة تبعا أن الصندوق هذاك ما عم يظهر فطبعا يا أسقا عم أنتظر أنه تصلح بكاكستي أو تغير على الأقل مكان الصندوق تحط بشي مكان لأنه صراحة إنه تحطم بلعبة المونسترليب موضوع شوية مو حلو لأنه اللعبة اللي ساتها هيك شوية تنرفز وكم سالفة فيوب طعوين يا أسقا هاي كمان هي لعبة أبو الهول فواو عن جد حلوة حبيت الصراحة لابت سابقا عشان أكون صادق فشوفوا حتى الاختيارات وكل شي سهل فشوفوا كل ما يطلعوا عندي سهلين هذا يمكن لحظة راكون لا لا هذا يتي هاي الدونكي ما يحتاج تفكير أصلا وهذا راكون فطبعا ما عليكم أنا أدري إنه أنا يعني واو دافور ما شاء الله فطبعا يا أسقى هذا فيديو اليوم بالكامل وهذه أماكن جميع السلادق السرية تبع تحديث الأهرامات أو مصر القديمة فلنزدعمون هذا الفيديو بكثير لك أتشاركم بالقناة وتفعلون زر الجرس وبس مع السلامة باي باي السلام ترجمة نانسي قنقر